اشتركوا في القناة والسياحة والمعارض سعادتها بالنجاح اللافت الذي حققه مهرجان الطعام بنسخته لهذا العام والذي ترجمه الاقبال الجماهيري الكبير من الزوار مضيحة أن هذا النجاح نتيجة للجهود التي بذلها فريق الهيئة لتنظيم المهرجان بكل تفان وعزيمة ليخرج بأبهى وأرقى صورة وبشكل الذي يضمن تنوع الفعاليات المصاحبة له وتابعت بحجي أن التطور السنوي الذي يشهده مهرجان الطعام يعكس التقدم والازدهار الذي يحققه قطاع الضياف والمطاعم في المملكة بدعم من الهيئة لرواد الأعمال البحرينيين في هذا القطاع الواعد واستقطب المهرجان هذا العام أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون ومختلف أنحاء العالم حيث قدم لهم تجربة تذوق استثنائية مع مشاركة 121 مؤسسة ضيافة من مطاعم ومقاهي وأسر بحرينية منتجة كما تمكن الزوار من الاستمتاع ببرنامج حافل من العروض والفعاليات الترفيهية التي استهدفت كافة الأعمار موسيقى